السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء الرابع وهي طريقة الثيفنين إذن هذه الطريقة قانون الثيفنين مهم جدا في تحليل الدارات الكهربائية وهو أساسا لتبسيط هذه الدارات إذن لو مثلا عندي Large Circuit ممكن تعويض السوركت هذا المتكون من مقاومات ومعه VORTUGE أو CURRENT SOURCE INDEPENDENT ممكن تعويض هذا السوركت الكبير والمعقد بفقط مصدر جهد ومقاومة سيريز مصدر الجهد يسمى جهد الثيفنين وهذه المقاومة تسمى مقاومة الثيفنين إذن الهدف من هذا القانون أولا هو استخراج هذه المقاومة وكذلك استخراج جهد الثيفنين مع العلم أن هذا السوركت هو مرتبط بلود بحمل إذن لو قمنا بتعويضه إلى إكيفلينت سوركت عن طروق قانون الثيفنين فبالتالي يحافظ على نفس الكنيكشن وهو نفس الحمل إذا اعتبرنا مثلا ريزيستيف قيمته R L إذن الهدف الآن هو استخراج R ثيفنين و L V ثيفنين بالنسبة لطريقة استخراج مقاومة الثيفنين سهلة جدا هي هذا قلنا عندي سوركت هنا كبير ومعقت R ثيفنين ليست إلا الإكيفلينت ريزيستنس لهذه الدارة الكهربائية بشرط نقوم بإغلاق كل مصادر الطاقة إما مصادر الجهد أو مصادر التيار الكهربائي أما بالنسبة لاستخراج جهد الثيفنين فبسيط جدا فقط نقوم ب عزل الحمل الذي هو بين A والB نقوم disconnect لهذا الحمل وليسمينا R L الجهد إذن الذي يبقى لي بين النقطة A والنقطة B يسمى open circuit voltage إذن الـ V ثيفنين هي ماذا هي open circuit voltage لماذا سميت open circuit لأن الحمل الذي كان أولا connected بين A والB إذن قمنا بعزله بين النقطتين A وB فأصبح الجهد هنا مفتوحا وسمي open circuit voltage وهو الجهد الذي نبحث عليه إذن بعدما قمنا باستخراج أو بفهم طريقة استخراج R ثيفنين والV ثيفنين يبقى لنا الآن استخراج قيمة الباور الصادرة من الثيفنين إكيفلينت هذه الباور المتجهة إلى من إلى الحمل كم قيمة الباور لهذا الحمل مع معرفتنا لقيمة الجهد وقيمة المقاومة الثيفنين إذن الباور التي تخرج من مصدر الجهد الثيفنين إلى هذا الحمل هي ممكن استخراجها بثلاثة أنواع إما يبصفة عامة هي قيمة الجهد في قيمة التيار أو هي قيمة التيار الذي يدخل إلى الحمل تربيع ضارب قيمة المقاومة أو هو قيمة الجهد بين طرفي الحمل ر قاسم قيمة المقاومة إذن ألاحظ جيدا هنا أنه قيمة الباور التي يستهلكها المقاوم RL والمتصلة بالثيفنين Depend إلى قيمة هذه المقاومة للحمل ترجمة نانسي قنقر